أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن دورة الثانية للقمة الروسية الإفريقية تعقد في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات والتي باتت تمس القواعد الرئيسية والتي بني على أساسها النظام الدولي بمفهومه الحديث وخلال كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية أوضح الرئيس سيسي أن الدول الإفريقية تقف في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدراتها على استكمال مسارها التنموي وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة تأتي قمتنا اليوم في ظرف الدولي بارغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني على أساسها نظامنا الدولي بمفهوم الحديث وتقف دولنا الإفريقية في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل المشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات لتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن له إن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مصار السلام سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة وبأن العالم يتسع للجميع